الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين أيها المشاهدون الأكارم رمضانكم مبارك وحييكم جميعا بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يتجدد بنا اللقاء في برنامجكم اليومي في رمضان واحة الإيمان مع حلقة متجددة وظيف عزيز على القلوب شيخنا المبدع أحمد الأخضر سلام الله عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجدك الله تبارك وتعالى إبداعا وجعل الله تبارك وتعالى عملك هذا وفريقك في ميزان حسناتكم إن شاء الله شيخنا حديثنا في هذه اللحظات عن الدعاء ونحن دائما نردد ونقول نحن في شهر التوبة في شهر الدعاء ألسلتنا تلهج بذكر الله عز وجل تقول يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن خرجنا من البحر عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فلم نسقط لأن الحافظ الله شيخنا الكريم نفحات عن الدعاء عن التضرع لله سبحانه وتعالى ونحن في مقام كريم في هذه الجلسة الإيمانية الرمضانية المباركة عن الدعاء بالتحديد عن آية في كتاب الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا أمر من الله تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا دعوتموني وحققتم الشروط المطلوبة منكم سأستجيب لكم وفعل سيستجيب سبحانه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة ليس هو العبادة فقط وإنما هو مخها والشيء إذا نزعت منه المخ يعني لا يسوي شيئا يسوي الموت أصبح جسدا بلا روح جسدا بلا روح إذن وبتالي الدعاء مخ العبادة وأكثر من هذا الله تبارك وتعالى يحب من دعاه يحبه ولما نتكلم عن محبة الله شيء آخر اللهم ازقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إلى حبك الله ونحن في هذا الشهر الكريم فذلك يقول ومن لم يدعو الله يغضب عليه إذا دعيته يحبك إذا ما دعيته يغضب عليك لذلك يقول الشاعر وإذا دعوت إلى بني حابي وإذا دعوت طلبت من بني آدم حاجة فإنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه إذا شكوت إلى بني آدم حاجة فإنما أو فإنك تشكر رحيم إلى الذي لا يرحم الله يغضب إن تركت سؤاله أيضا وطربنا آدم حين يسأل يغضب نعم إذن وبالتالي حتى هنا يحبنا الله تبارك وتعالى أبدو أن ندعوه وتفضلت بالآية الكريمة وقال ربكم دعوني أستجب لكم وسبحان الله لما تقرأ آيات الدعاء في القرآن الكريم تجد أن قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذه الآية جاءت مباشرة بعد آيات صيام طيب سبب نزول هذه الآية جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه قل لنا يا محمد إذا كان قريب ندعوه يعني بصوت خافت إذا كان بعيد نرفع أصوتنا فنعم فلم يجبه من النبي صلى الله عليه وسلم سكت فجاء الجواب من الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والملاحظ والملاحظ هذه الآية الوحيدة التي ليس فيها كلمة قل بعد سؤال الناس كل آية قاعها في القرآن يسألونك عن اليتامة قل إصلاحا لهم خير يسألونك عن الروح قل يسألونك عن الأنفال قل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلى غير ذلك فكل سؤال سأله الناس لنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال له قل إلا في هذه الآية لما سألوه عن قرب الله أو بعده وعن استجابة الدعاء قال فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي سبحان الله أجيب دعوة الداعي حتى بعض القراءات لما نكتب كلمة الداعي بلياء في كثير من القراءات لا توجد ياء أجيب دعوة الداعي إذا دعان لياء هذه عبارة هي عن مدة زمانية كما نقرأها في حكام التجويد سبحان الله مقدرة حركتين يعني استجابة الدعاء مباشرة قل برك بدنيا بدنيا يعني قريب أجيب دعوة إذا دعان قال على الشرق فليستجيبوا للي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيها الاستجابة لله سبحان الله لأن في الاستجابة لله حتى يعلم الجميع في الاستجابة لله حياة للقلوب هكذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم ولحظوا أيها المشاهدون واسمعوا أيها المستمعون قال إذا دعاكم لما يحييكم الذي دعا هنا من؟ الله والرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمستجابة لله وللرسول من المفروض إثنان إذا دعاكما يعني نعم إذا دعاكما لكن هو قال إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وليس إذا دعاواكما يعني وكأن الله تبارك وتعالى يقولون هذا يعني دعوة الله هي دعوة الرسول والسلام ودعوة الرسول والسلام هي دعوة الله تبارك وتعالى إذا دعاكم لما يحييكم ففي الاستجابة للدعاء ففي الاستجابة لله وللرسول حيات للقلوب وسبح الله كم يقول المفسرون أن الله تبارك وتعالى خلق في الإنسان خلايا تفهموا لغة القرآن مؤمن وغير مؤمن حتى ناس كفار لا يؤمنون بالله يسمعون آيات قرآنية والرسول والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن وزينوا القرآن بأصواتكم يتأثرون دون أن يعرفوا معانيها بل نذهب إلى أكثر من هذا ونحن في شهر الصيام في شهر القرآن القرآن له خاصية وخاصية الخشوع أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الجبل جماد لكن مع هذا يتأثر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل للا رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله سبحان الله في حين يذكر عن بني آدم أن هناك من قلوبهم قسد فأصبحت كالحجارة أو أشدقسهم شيخ لما نعود إلى الآية فإني قريب لك لطيفة يقولها بعض العلماء يقول أنت قلت بالني الكثير من الآيات لما يسأل نبي عليه الصلاة والسلام فيكون الجواب من الله عز وجل فقل 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 أسألونك عن الروح قل أسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلا آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال بعض العلماء ترك شدة الفصل بقل لشدة اتصال الأرض بالسماء ما شاء الله يعني شدة اتصال بالأرض بربها بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى شيخنا شيخ أحمد الكثير من الناس عندهم مشاكل كثيرة يدعو الله عز وجل يقول لك بل يا ربي عز وجل عندي 40 سنة وأنا أدعو ما استجاب الله عز وجل لي مكمل الخلل الشيخ أحمد هو طبعا هو يظن بأن ربه لم يستجب له ولكن الشيء اللي نقوله ما فهمناه ما قرأناه أن كل دعاء مستجاب سبحان الله كل دعاء مستجاب كيف ذلك؟ لكن متى لما يكون دعاء مشوروته مشوروته؟ الدعاء يستجاب لكن متى تعطى؟ هنا الأمر عند الله تبارك وتعالى نحن نعرف الرسول السلام أخبرنا بأن الإنسان لما يدعي الله تبارك وتعالى لما يدعي الله تبارك وتعالى إما أن يعطيه مباشرة وإما أن يصرف عنه أو يبعد عنه مكروها وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة مالش تعيدها الشيخ؟ نعم إذن قلت علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأن الإنسان لما يدعي الله تبارك وتعالى وتتوفر شروط الدعاء من أكل الحرام من أكل الحلال إلى غير ذلك فالدعاء يكون مستجاب محفوظ ومستجاب ومقبول عند الله تبارك وتعالى لكن متى يعطيك؟ هذا ما لا تعلمه أنت لأن الله يعلم وأنت لا تعلم فقلت إما أنه يعطيك مباشرة تدعوه فيعطيك؟ أو أنه يبعد عنك ويسرف عنك مكروها سبحان الله يبعد عليك مصيبا رحا تصيبك اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الرطفات هكذا كان نعم هكذا كان يقنا بسرعة وسلم إذن وإما أن يدخره لك يوم القيامة وهذا أجمل وأحسن وهذا أجمل والعاقبة خير والآخرة خير وأبقى طبعاً لمن يتقع فالإنسان لكونه أنه عجولاً يتعجل الأمور يحب يشوف كل حاجة أمامه يحب يشوف كل حاجة بيديه لكن الله تبارك وتعالى يريد لك الأفضل يريد لك الأحسن يريد لك الأجمل لذلك فيقول كثير من الناس عندهم مشاكل صحة هل مشاكلون قولنا اقتدوا بالأنبياء هل مشاكلنا أكبر من مشاكل الأنبياء أقول لا مدام الله تبارك وتعالى قصة علينا قصص أو قصص كثير من الأنبياء هنقول لهم مباشرة قرأوا صورة الأنبياء صورة الأنبياء كان أمموذج أذكر الله تبارك وتعالى فيها نوح وكيف كذبه قومه وكيف دع الله فنصروا عليه اذكروا قصة لوت معه اذكروا قصة إبراهيم كيف ألقيه في النار إلى غير ذلك قصة يونس كثير من الأنبياء وفي كل مرة يقول فاستجبنا له وبرك الله فيك ولا بد للناس أن يعرفوا كلمة هذه حرف الفاء هذا الذي يفيد كما يقال الترتيب والتعقيب مواشرة ليس فيه تراخي كل النبي دعا قومه إلا قال الله تبارك وتعالى فاستجبنا له سبحان الله فاستجبنا له لذلك نحن طبعا لكلام مع الأنبياء وقصهم يطول فكل نبي قرأوا صورة الأنبياء كل نبي دعا الله يعني اللي كذبوا قومه نصره ربي سبحانه عز وجل واللي رموها في النار نصره واللي ما كانوا عنده أولاد أعطاله الأولاد سبحان الله لكن ماذا كانوا في نهاية في نهاية الآيات تدري أنهم كانوا يسارعون في الخيرات سبحان الله يعني الشرط هذا من الشروط استجابة الدعاء المسارع على الخيرات نعم لأن المسارع في الخيرات فعل الخير في الأرض ينفع عباد الله سبحان الله والله تبارك وتعالى وليس في حاجة إلى دعائنا الله يقولنا أنفعوا بعضاكم أنفعكم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذن في الآية التي تلوتها قال إنهم كانوا يسارعون ليس يفعلون الخيرات وإنما يسارعون في الخيرات ولازم نستنزل يتفهم حاجة سبحان الله كأن هناك من يسارع في فعل الخير يسارع في فعل الخير وكأن إنسان يسارع إلى مكان الخير مش كيف كيف ماشاء الله قال مثلا الجماعة رأهم يديروا في الخير الإنسان يكون حاضر يقولون لا يجب أن تكون أنت المبادر المبادر صاحب الفكرة يعني صاحب الفكرة ماشاء الله إيه لتكون هكذا إذن وابتل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا يعني من شروط استجابة الدعاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات يعني الواحد مننا إذا أحب أن يستجاب دعاؤه أن يسارع على الخيرات لماذا يسارع في الخيرات كما قلت لأنه لما يسارع في الخيرات ينفع خلق الله الله تبارك وتعالى إذن أنت كنت تنفع عمية واحد تأكد بأنها راح مثلاً تنفعت أب اليوم مديت صدق الأب الأب هذا دا ججل أولاده مثلاً دا كيستحليب أولاده الأب يدعي لك راح تنفع العائلة ما أنت العائلة كلها تدعي لك فإذا إذا انفقت عشرة راح يدعو لك ربما مئة وإذا انفقت لمئة راح يدعو لك ألف لذلك الرصالة والسلام ونحن في شهر الصيام قالوا الإسان لما أجر صائم لو تفطر صائم يقول لي عندك أجر صائمين وهكذا إذن هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات ثم قالوا ويدعوننا رغباً ورهباً طمعين في الله وخايفين من الله وإحنا بطبعنا كمؤمنين نعبد الله تبارك وتعالى لأنه أهل العبادة نعم ونعبده أيضاً لطمعاً في جنته وخوفاً من ناره ربي صبح الله قال هذا الكلام يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناه ينفقون إذن الإسان يدعو الله تبارك وتعالى خوفاً وطمعاً إذن قال يدعو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين هنا لما نقوله كانوا لنا خاشعين هذه الخشية من الله تبارك وتعالى تولد وحدة لذة في القلب تولد خوف الله في القلب لما يتولد خوف الله في القلب وش رح يوقع؟ رح يوقع أنه القلب من تعالي الإنسان يقول لي خاف الله ولما نخاف الله تبارك وتعالى نهرب إليه أم نهرب منه؟ ففروا إلى الله ففروا إلى الله إذن أنظر أستاذ الكريم أنظر يعني كيف الفرق بين الخوفين الذي يخاف غير الله يهرب منه أنت أو أنا أو أي إنسان لما يخاف الأسد يهرب منه لما يخاف شخص يهرب منه لكن لما نخاف الله نهرب إليه سبحان الله لما تخاف الله تهرب إليه وكانوا أنهم كانوا يسارعون في الخير ورغب ورهب وكانوا لنا خاشعين إذن بصورة مختصرة نقول ونحن في هذا الشهر الكريم لمن يبحث عن إصرار استجابة الدعاء نعم لمن يبحث عن هذا انظر أستاذي الكريم لما نمشي في الطرق في الطرقات كثير ما نجد هذه اللوحات أو اللفتات لا تقف ممنوع الوقوف أما مؤسسة أما منزل ممنوع الوقوف لا تقف لا تقف لا تقف حتى يقال ممنوع الوقوف والتوقف كل ملك كل شخص يقول لك لا تقف أمامي إلا الله تبارك وتعالى يطلب منك شيء واحدا أسجد واقترب أسجد واقترب والرسول عليه السلام يقول ادعو الله في سجودكم فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذن في الإسلام يدعو الله تبارك وتعالى وخاصة وهو في شهر السيام يعني نفسه مهيئة ره مهيئة يعني باب الدعاء مفتوح وبالتالي ما على الإنسان إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء الله يجزي وحديث يعني الرسول عليه السلام الذي ذكر ذلك الرجل وهو من أسباب موانع الدعاء لازم يعرفوه المشاهدين وهو لما قال ذكر الرجل الأشعة الأغبر والأشعة الأغبر هو مدعاة لاستجابة الدعاء لكن مع هذا الرجل هذا يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب لكن قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنا يستجاب أي كيف يستجاب له نسأل الله عز وجل العفو العافية شيخ مدد أنك ونمنا بمن يستجاب دعائهم اللهم أمين راكم تدنا إن شاء الله أسرار استجابة الدعاء أن نسارع في الخيرات ندعوه رغبا ورهبا ونمزج فيها الخشوع والبكاء والخضوع لله سبحانه وتعالى الله يجزيك خير شيخ مدد وإياكم إن شاء الله بارك الله وفيك رب يرضى عنك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله وجميع المسلمين ثبتنا الله وجميعا إن شاء الله أيها المشاهدون الأكارم وصلنا إلى نهاية الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد أجدنا وأفدنا إلى حلقة متجددة إن شاء الله في المستقبل أسأل الله عز وجل لأن يوفقنا إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة